الآن سنرى ميزة جديدة بالنسبة للبرامج دولاسويتوفيس 2013 والذي تسمح لنا من تشخيص او لمن تحكم من طريقة عرض لغيبان ديانا لغيبان كي ملق لنا هاد الحيز من واجهة المستعمل وبهاد شكل كي خلينا قادرين نشوفو جميع الكوماند لندنا ولكن في حالة لكنا محتاجين لكافة المساحة ديال الواجهة المستعمل عندنا إمكانية كتمكننا نستغلو كافة الواجهة بالتالي يكفي نمشي والفوق على اليمان وندغطو الى الرمز اوبسيون دافيشاج فلغيبان والي كتمكن لنا نستفدوم ثلاث اقتراحات لغيبان الأول ماسكي اوتوماتيكمان لغيبان تاني افيشي لزانجلي والتالت افيشي لزانجلي اي لكوماند مثلا لادغط على الاختيار الأول ماسكي اوتوماتيكمان لغيبان كيما كانشوفو لغيبان كيختافي وعندي مساحة كبيرة وكافية باش نخدم فلوورد 2013 واكيد لاحتاجينا لغيبان يكفي نقربه السوقي من الحافة العلوية كي ادهر لنا هاد العارضة الزرقة اللي بتضغط عليها لغيبان دينا كي يدهر من جديد في واجهات المستعمل ولكن بمجرد اننا نخرج من منطقة لغيبان بالضغط على مجال العمل تلقا ينتي اختافي لغيبان من جديد الاختيار الثاني افشة للزانجلي كيسمح لنا هاد الاختيار نشوفو للزانجلي فقط وما لنحتاجو الكوماند معينة يكفي اننا نضغطو على الانجلي اللي في هاد الكوماند توم ما كنختاروها فلغيبان اللي كي يدهر كنرجعو لطريقة العرض الافتيرادية للغيبان باختيار لإمكانية التالتة افشة للزانجلي ايلي كوماند ايدان ما تنساوش هاد الازوبسيون دافيشاج كل مرة كتكون فيها محتاجين لمساحة عمل كبيرة